ننتقل إلى إسطنبول حيث احتضنت مدينة إسطنبول تركيا مؤتمر المؤسسات الإسلامية ودورها في أفغانستان الذي نظمه الملتقى الإنساني لبحث سبل دعم ومساندة الشعب الأفغاني بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في تركيا شارك في المؤتمر الذي عقد على مدار يومين في إسطنبول عدد من الشخصيات بينهم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد والشيخ الأزهرية دكتور محمد الصغير ودكتور عمر فاروق القماز عن جمعية علماء تركيا وبعض النواب والصحفيين والكتاب كما شهد المؤتمر مشاركة ناشطين من أفغانستان ومن المؤسسات الإسلامية وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك ممثلين عن التجمعات والجماعات الدعوية إضافة إلى كوكب من العلماء والدعاء والمفكرين وهدف المؤتمر حسب ما تابع موفد وكادة أنباء تركيا لتعزيز مفاهيم وقيم الإخوة الإسلامية وتوجيه العالم لأهمية القضية الأفغانية وطرح مشاريع متنوعة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة والتعاون مع حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية في بناء الدولة وإلى التكامل والتنسيق بين مؤسسات المجتمع الإسلامي لنصرة الشعب الأفغاني الأفغاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة